عبد الله من عمان تقول هل يجوز إزالة الشعر الأبيض من الحواجب للرجال والنساء أختم عبد الله بارك الله فيك كره العلماء نتفى الشعر الأبيض بالنسبة للمسلم سواء في رأسه في لحيته في شاربه في حاجبه وهذا يشبه للرجال والنساء فالمرأة مثلا إذا ظهر الشعر الأبيض في حاجبه فلا تنتفه لأن الشيب نور للمسلم نور المسلم كما صح بذلك الحديث لكن تغييره نعم يجوز لك تصبغينه مثلا بأي صبغ مثلا تغيرينه لأن السنة تغيير الشيب أما نتفى الشيب لا فهو مكروه بارك الله فيك